هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقد في رقبتها أو خاتم أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة أفيدون في ذلك بارك الله فيكم يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله ويشوش عليه صلاته وكذلك من ناحية الصورة لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة لأن هذا تشبهم بالذين يعبدون الصور إذا كان في المكان صور معلقة أو منصوبة فإنه لا ينبغي المسلم أن يصلي في ذلك المكان ولا يستقبل تلك الصور أمامه لأن في هذا تشبه بالذين يعبدون الصور هذا من ناحية والناحية الثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها أما قضية لبس الحلي في الصلاة هذا أيضا من الشواغل التي تشغل المصله فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملا يشغلها عنها فأتؤخر لبس الحلي أو لبس المصار إلى أن تفرها من الصلاة لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتا طويلا ولم يستهلك عملا كثيرا فإن صلاتها صحيحة العمل اليسير لا يوثر على الصلاة كتعديل الثروب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك هذا عمل يسير لا يوثر في الصلاة وإن كان ينبغي للمسلم أن يتفرى لصلاته وأن يقبل عليها شكرا الله لكم